السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم احلى متابعين النهاردة ان شاء الله معانا حلقة مهمة جدا جدا لكل عشاء التطبيقات والبرامج والالعاب وغيره الحلقة فيها حل مهم جدا جدا لكل عشاء التطبيقات والبرامج النهاردة ان شاء الله هنقدم لكم موقع بيقدم لنا برامج غير متوافقة مع الاجهزة بتاعتنا يعني معانا ان شاء الله الموقع بيقدم لنا برامج الكمبيوتر والبدائل بتاعتها بيقدم لنا برامج الاندرويد والطبيقات البديلة بتاعتها العاب الكمبيوتر والبدائل بتاعتها وطبعاً العاب الاندرويد والبدائل بتاعتها بال والماك طبعاً انظمة الماك متاحة برضو على هذا الموقع الرائع ده اللي ان شاء الله حنشوفه بالتفصيل في حلقة النهاردة فتابعوني لغاية نهاية الحلقة علشان تستفيده من الشرح وتعرفوا طريقة عمل الموقع وازاي تستفيده من البرامج والتطبيقات اللي طبعا بيوفرها موقع النهاردة موقع النهاردة موقع رائع جدا وبيوفر حلول زي ما احنا شايفين لأهم البرامج ادعوكم الى الاشتراك في قناتكم قناة عرب المعلوميات انزل اضغط زر الجرس وطبعا اشتراك واديني كده تعليق مناسب اسفل الفيديو ويلا بينا نبدأ الفيديو على بركة الله زي ما احنا شايفين يا جماعة دي الوجهة الرئيسية بتاعة موقع النهاردة الموقع بيوفر لنا هنا محرك بحث عشان تجد التطبيقات البديلة للتطبيقات اللي احنا طبعا عاوزينها او الغير مناسبة لنا وطبعا هنا زي ما احنا شايفين الموقع مدينا هنا في العنوان الرئيسي الهيد بتاعه انه هو بيوفر خمسة وتسعين الف وربعمية وتسعتاشر تطبيق وبرنامج طبعا وطبعا ده غير اراء وطبعا ولايكات المستخدمين على هذا الموقع والتصويتات اللي الموقع ده واخدها يلا بينا مباشرة نبدأ كده قبل حتى ما نبحث نتعرف يعني على الوجهة الرئيسية للموقع الموقع هنا طبعا بيديني هنا زي ما احنا شايفين تلات انظمة رئيسية هو بيوفر برامج لها نظام الويندوز ونظام الماك ونظام الاندرويد تمام ومديني هنا القيمة القاصة بتاعتهم زي ما احنا شايفين تقدر من خلال القيمة دي تصل وصول سريع لطبعا برامج حتى من غير بحثة حتى من غير اي حاجة لبرامج معينة طبعا والحصول عليها من مواقعها الرئيسية من طبعا القيمة اللي قدامنا دي نخش هنا برضو في قيمة تانية هنا غير القيمة الاولى قيمة وصول سريع زي ما احنا شايفين القيمة بديني فيها الكاتيجوريز تقدر تخش وتحصل على ما شئت من البرامج والتطبيقات لمختلف الانظمة غير كده هنا جماعة عندنا هنا لستس وعندنا هنا اليوزر تمام زي ما انتم شايفيني هنا انا مسجل على الموقع وانصح طبعا الجميع للتسجيل على الموقع طبعا لان هنا انت ممكن تعمل هنا يعني لستة خاصة بيك من البرامج اللي تقدر ترجع لها مرة تانية او تحفظها او غيره طبعا من اعدادات الموقع وتقدر تخش تسأل اسئلة وطبعا تجاوب على بعض الاسئلة بل وانك تدي لايك مسلا لبرنامج معين او غيره من خلال عضويتك على الموقع ده كده يعني ملقص سريع طبعا الوصول السريع للموقع تمام ولكن يلا بينا كده مباشرة ننزل تحت ونرجع تاني للقيمة اللي جبناها في اول حالة القيمة دي تجمعها زي ما احنا شايفينها هي اشهر قيمة للبحث على طبعا موقع اللي معاني النهاردة القيمة دي طبعا قد يكون انت عاوز تنزل برنامج الفوتوشوب او ادوب بريمير او وطبعا البرامج دي بتحتاج نظام اربعة وستين بيت على جهاز الكمبيوتر وانت النظام بتاعك اتنين وتلاتين بيت وعاوز تشتغل على حاجة بديلة لهم تناسب نظام الجهاز بتاعك فبالتالي هتبدأ مثلا انخش على الادوب فوتوشوب فحيروح جاي على طول مديني هنا البرامج البديلة لبرنامج الفوتوشوب وطبعا حيكون بعضها قد يناسب انظمة اخرى يعني على سبيل المثال مديني هنا هو ده برنامج بديل للفوتوشوب واخد 379 لايك فطبعا البرنامج ده اللي هو Affinity Photo تمام واخد هنا انظمة على طول هو مديني ملخص سريع بقولك Professional Image Editing Software for Windows و Mac and iPad يعني ده مناسب للتلات انظمة دول الويندوز واجهزة الماك وانظمة الايباد حضرتك طبعا ممكن تاخد برضو صور سريعة هنا تمام بيديك هنا برضو البرنامج دوت نظامه ايه فري ولا مدفوع تمام بتعرف ملخص سريع عاوز تعرف ملخص اكتر عن البرنامج بتبدأ تدخل على البرنامج زي ما دخلنا كده وعلى طول هتخش هنا وتقدر على طول تقرأ طبعا جميع الخصائص بتاعته طبعا اللي بتكون باللغة الانجليزية طبعا وتبدأ على طول علشان تحمله تخش من القيمة ديت هنا هو وتقول له الدخول الى الموقع الرسمي اللي عيحولك على الموقع الرسمي للبرنامج اللي تقدر طبعا تحمل منه غير كده عندك هنا صور سريعة علشان تقدر تتعرف طبعا على يعني جميع الخصائص بتاعت البرنامج من خلال الصور تمام تقدر طبعا تصل وتشاهد ما شئ طبعا من المراجعات الخاصة بيها زي ما احنا شايفين فطبعا زي ما احنا شايفين برنامج قوي جدا يعني بديل للفوتوشوب عندنا هنا الكومنتس اند ريفيوز طبعا دي مهمة جدا جدا يا جماعة وانا صراحة بحب اخش عليها قبل ما اخش على مراجعة المطور نفسه من خلال طبعا الكومنتس دي اراء حقيقية للمستخدمين تمام وطبعا يعني معظم المستخدمين طبعا اجانب وطبعا مراجعة المراجعات باللغة الانجليزية فحتشوف هنا مراجعات الناس مراجعات حقيقية عن البرنامج هل هو فعلا برنامج بديل جيد ولا لا من ضمن الحاجات هنا عندنا هنا السمر الخاصة بالبرنامج بيقولك البرنامج دوت نبزة عنده كده سريعة من اللي طوره ومن اللي عمله عندنا هنا هوت بيقول هنا هوت انت عندك هنا البرنامج دوت بيحتاج طبعا تطبيق مدفوع فهتدفع طبعا من 20 الى 50 دولار مرة واحدة فقط طبعا على التطبيق فطلع طبيق دوت طبعا مدفوع فيه طبيقات طبعا مجانية بيتحها برضو الموقع فتقدر بعد كده اهو نرجع طبعا للقائمة التانية ونبدأ نشوف عندنا هنا اهو ادي طبيق الاولان اللي جي اي امي بي ده طبيق تمام بعديه الطبيق اللي احنا دخلنا عليه بعديه طبيق كريتا دوت تمام والطبيق زي ما احنا شايفين free وopen source كمان وطبعا زي ما احنا شايفين مناسب لانزمة الماك والويندوز واللينيكس وطبعا ويندوز اس اللي هو اه نظام الويندوز التليفونات واندرويد تابلت تمام وغيره طبعا اه الطبيق مناسب جدا لجميع الانزمة تقريبة وعندنا اهو زي ما احنا شايفين كل دي يا جماعة اه برامج وطبيقات يعني بديلة لبرنامج الفوتوشوب طبعا وعندنا هنا اكتر من عشر صفحات تقدر تخش وتستعمل او تنزل برامج بديلة وتشوف اراء المستخدمين ده طبعا احنا لو قلنا البرامج الشهير تمام فطبعا احنا جربنا الاول على برنامج شهير من البرامج الشهير طبعا البرنامج اللي عمل مشكلة للناس كلها برنامج الانترنت داونلوب مانيجر ومعروف ان البرنامج مدفوع فانت عاوز طبعا تنزل برنامج بديل ليه فهتخش طبعا من الواجهة الرئيسية فحيبدأ يديك برامج يعني شبيهة يعني جدا للبرنامج فعندنا هنا مسلا اكستيرين داونلوب مانيجر هتبدأ برضو تتعرف من يعني خلال الخلاصة السريعة ديت ان البرنامج دوت مسلا بيزود سرعة التحميل لخمسمائة في المية وبيسايف الفيديوهات مش عارف كذا كذا تمام وان البرنامج هنا مجاني مفتوح المصدر مناسب لاجهزة الماك والويندوز واللينيكس تمام وطبعا تقدر تتعرف يعني خلاصة سريعة وطبعا اراء المستخدمين برضو بسرعة كده تقدر تتعرف من كلالها الناس اللي جربت البرنامج دا كذلك زي ما احنا شايفين برامج اخرى بديلة تقدر برضو تجربها على طول زي ما احنا عرضنا البرنامج السابق طبعا زي ما احنا قلنا يا جماعة نرجع تاني الموقع ليس لبرامج الكمبيوتر فقط ولكن طبعا الموقع ايضا لتطبيقات الاندرويد فمن خلاله تقدر يعني تصل الى جميع التطبيقات لو بحثت على برنامج مثلا هنطلع هنا كده في البحث مثلا وهنقوله مثلا برنامج كاين ماستر المعروف لمنتاج الفيديو هو وانت مجالد انا كتبت كاين فطلع لي على طول الكاين ماستر فهيبدأ على طول انا بحثت عليه هيبدأ اشغال لي محرك البحث بتاعه يديني الالترنيتف الخاص ببرنامج الكاين ماستر زي ما احنا شايفين بقى عندنا هنا برنامج اوبن شوت البرنامج هنا حاصل على 478 لايك ومديني هنا البرنامج مجاني مناسب لطبعا انظمة الماك والويندوز واللينيكس تمام فطبعا البرنامج غير متاح لانظمة الاندرويد ننزل تحت نجد عندنا برنامج وي فيديو البرنامج مجاني ومناسب لانظمة الاندرويد والايفون وطبعا في اضافة على طبعا متصفحات الجوجل كوروم وطبعا الايباد وغيره من الانظمة فتقدر برضو تشاهد هذا طبعا البرنامج وتعليقات المستخدمين وغيره وطبعا تقدر تستعمل العديد من البرامج البديلة يبى موقع النهاردة من المواقع الرائعة جدا للحصول على البرامج البديلة من خلال البحث ومن خلال طبعا القوائم الخاصة بالبرنامج المباشرة تقدر تخش وتبحث طبعا من ضمن الحاجات هنا اللي هو طبعا بيوفرها البرنامج ليس طبعا فقط طبعا البرامج بل الالعاب لو بحثنا مثلا على لعبة مثلا انجري بيردس كما يعني زي ما احنا شايفين تمام فحيبدأ على طول الموقع يوفر لنا العاب مشابهة او بديلة للعبة انجري بيردس زي ما احنا شايفين يا جماعة اهو ادي قدامنا الالعاب وكلها طبعا مناسبة يعني لاجهزة الاندرويد بل وبعضها للويندوز والماك والايفون وطبعا غير يب احنا عندنا موقع رائع جدا مناسب لاجهزة لاجهزة الاندرويد لاجهزة الايفون والماك وطبعا اللينكس وغيره من الانظمة والاجهزة اللي الموقع دوت طبعا بيوفر لنا برامج بديلة لها موقع رائع جدا جماعة ان شاء الله رابط الموقع تجدوه في الوصف اسفل الفيديو وطبعا ان شاء الله في تدوينة سريعة موجودة ايضا في اللينك الموجود اسفل الفيديو وانصح الجميع بقرأتها ان شاء الله فيها معلومات اضافية عن موقع النهاردة وطبعا ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو دوت وتدونا تعليق كده بعد طبعا تجربتكم للموقع عن مدى رضاكم عن هذا الموقع وعن الشرح وطبعا بكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو في نهاية الفيديو يا شباب اتمنى من حضراتكم الاشتراك في القناة وطبعا نشر الفيديو على جميع وسائل التواصل الاجتماعي وبكده اقول لحضراتكم في النهاية شكرا لكم شكرا لكم